تحيتي لكل عم تابعونا عبر موقع الفن وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكية من بداية شهر يونيو 2020 ورح نبدأ مع مولود ده برج الحمل يلي كمان عم نشوف أنه الأجواء تبدو إيجابية وعب يتمتع بها لحلوة كتير وجاذبية بالإضافة كمان لإنتاجية على الصعيد المهني والفلك عم بتحدث عن ترتيب الأوضاعه المالي وخطط مالية بانتظاره وأما على الصعيد العاطفي في عم نشوفه كأنه متطلع إلى البعيد بعلاقته مع الشريك ولربما يجذب انتباهه شخص قد يكون من خارج البيئة أو حتى من مكان شوي بعيد فالأجواء تبدو إيجابية بالنسبة لموليد ده برج الحمل على الصعيد العاطفي مولود ده برج التور يلي كمان عم بتوفر لأله كل الإمكانيات يلي ممكن تحقق له أهداف مهنية منه كان مفكر فيه ولكن كأنه نوعا ما كان عم يشعر فيه بالإضافة لتطورات كتير مهمة بمجاله الأساسي وكمان حتى الوضع المالي عنده عم بلش يتحرك باتجاه إيجابي فعم نشوف الأجواء تبدو أكتر إيجابية على الصعيد المالي وأما على الصعيد العاطفي فكأنه عم بعيش نوع من الإزدواجية العاطفية ولربما حانين دفين إلى الشريك السابق فعم نشوف هون الإزدواجية تبدو واضحة عليه ولربما هيدا الشيء يأثر على علاقته مع شريكه الحالي مولود ده برج الجوزائي اللي كمان عم نشوف أنه عم ينظم أموره على الصعيد المهني والفلك عم يتحدث عن حسم إيجابي مرتبط بشؤون مهنية قد تكون لها صلة مع الخارج وأما عاطفيا ممكن يخود تجربة عاطفية جديدة بالإضافة كمان العلاقة النشأة كأنه هالعلاقة النشأة رح يكون عمره كتير قليل ولكن أو عمره صغير ولكن انتبه من أنه أسرارك تطلع إلى العلن وعم نشوف أنه مولود ده برج الجوزاء ممكن يباشر بورقة عمل جديدة مولود ده برج السرطاني اللي عم يوضع استراتيجية جديدة لوضعه المهنة ويبدو كرهان محيطه الحالي وكمان عم يرغب بالتجديد أو البحث عن فرصة جديدة عاطفيا رح ينجح في احتواء مشاكله مع الشريك وممكن يعجز عن إحياء مشاعر العلاقة وكأنه العلاقة بمطارح فيها نوع من المخاطر وكمان لربما تكون ردة فعل مولود برج السرطان يروح نحو ارتباط مفاجئ بدون حب مولود ده برج الأسد ممكن يحالف وألحظ بالانتقال إلى موقع مهني فعم نشوف الفرص تبدو واعدة وكمان هناك احتمال غير متوقع قد يحصل على الصعيد المهني وكمان عم نشوف ممكن يكون فيه قدامه دعم لأحد أفراد عائلته ان كان تضحيات مالية أو حتى تضحيات بالمجهود وكمان عاطفيا كأنه قريب وبعيد من الشريك ولا ربما يكون فيه دخلاء على حياته العاطفية ما بينه وبين الشريكه العاطفية مولود ده برج العزرائي يلي كمان ممكن تلعب علاقته مع الخارج دور إيجابي بتحريك وضعه المهني نحو الأفضل ورح ينجح كمان في كسب رضا مرقوسينه أو حتى كسب ود مرقوسينه على الصعيد المهني فعم نشوف الأجواء المهنية تبدو راحة بتجاه تحجيم الخسائر يلي قطع فيها مولود برج العزراء بالفترة السابقة والفلك عم يتحدث عن نوع من الأخطاء بعلاقته مع الشريك ولكن كأنه هناك نوع من التسوي لهيد الخلافات وكمان ولكن الجو لن يخلو من الأجواء الرومانسية الميزان يلي كمان ممكن يفسق شراكة عمل ليباشر مع جهة جديدة وكأنه بحس حاله كأنه هون في الشيل عم بيرجع بيبلش من جديد يعني كأنه خط البداية عم بيضل موعود فيه ولكنه جاهز نفسيا للتحرك بشكل كتير إيجابي لتحقيق إنجاز مهني ولكن إلك فترة مولود برج الميزان مش على بعدك على الصعيد العاطفي فعم نشوف الأجواء العاطفية مبين فيها نوع من المد والجزر بعلاقتك مع الشريك وكأنه الأمور فيها نوع من الشكوك والغموض والازدواجية مولود برج العقرب يلي كمان عم يشعر بحاجة كتير كبيرة للاستقرار وكمانه ما زال عم يعيش على أمجاد الماضي ولكن قوتك بالعمل الجماعي عزيزي مولود برج العقرب وكمان عم نشوف إنه حرية التفرد بالرأي ممكن كمانه تسبب لك نوع من المتاعب بالإضافة للتواصل مع جهة سابقة إن كان لأحياء مشروع أو حتى لمزاولة نشاط مشروع كانت توقف وأما عاطفيا يبدو إنك متعقب لبعض الأمور الخاصة والشؤون الخاصة والتفاصيل الدقيقة بعلاقتك مع الشريك دون أن يتري ولكن هناك نوع من الإنقلاب بحياتك العاطفية وكأنه هالإنقلاب العاطفي رح يصب لمصلحتك مولود برج القوسي اللي كمان عم نشوف الأجواء العاطفية عنده تبدو إنه متقبل للأمر الواقع على الصعيد العاطفي ويتبدو الأمور فيها نوع من الألأ وكمان عم نشوف مولود برج القوس عاطفيا كأن الأمور متشنجة ما بينك وبين الشريك ومنك راضي عن الأمور اللي عم بتصير خلفك ولكن كأنه في نوع من التعديلات إن كان بحياتك المهنية أو حتى بحياتك العاطفية ولربما إنه يكون في عندك عزيزي مولود برج القوس تواصل مع شريك سابق وكمان هالتواصل لأحياء علاقة سابقة رغم إنه كمان ممكن توقع بحيرة ما بين شخصين مولود ده برج الجدي اللي كمان عم نشوف رح يشهد وضعه المهني نوع من الانفراج المؤقت ويبدو إنه كمان مقبل على مستجدات كتير مهمة وكمان عم نشوف كأنه رح ينتفض على الواقع رح يعمل نوع من التحديث والتغيير للموقع اللي هو فيه كأنه هيحط خطة جديدة أو قوانين جديدة ولربما كمان تلاحق بعض الافتراءات الكلمية من أشخاص متسوسين عاطفيا يبدو إنك مهيمن وفارد رأيك على الشريك وكمان ممكن تشتد الأمور ما بينك وبينه ويكون فيه نوع من التحديات ومين بده يتنازل للتاني مولود ده برج قدلو كمان يلي ممكن أنه نشوف نوع من الهفوات أو الأغلاط بمحيطه المهني وكمان هون مضطر عزيزي مولود برج قدلو أنك تاخد بمشورة حدا رغم أنه عينادك رح يخليك متشبس برأيك ولكن دير بالك الأخطاء والهفوات ممكن أنه تكون هي قديمة ومن الماضي يرجع ينفتح الملف من جديد لحتى يضيقوا عليك أو حتى يحطوك بأماكن شوي هيك للضغط عليك فهم نشوف كأنه فيه نوع من المخاطر المرتقبة على الصعيد المهني رغم أنه الفترات الماضية أو حتى مش من زمان كأنك تقدمت بخطوة لقدام ولكن من الناحية المهنية كأنه في مين عم بيحاول يعرق خطتك المهنية أو حتى مين عم بيراهن على خسارة وظيفتك أو حتى الترقية يلي استقبلتها أما على الصعيد العاطفي ممكن توقع بالغرام إذا كنت وحيد وأما المرتبطين عاطفيا كأنه شريك العاطفي عم بعيش نوع من الصدمات بسبب تصرفات مولود برج الدلو ومزاجيته بعلاقته مع الشريك وهي ده الشيء كمان مسبب نوع من القلق لشريكه العاطفي مولود برج الحوت يلي كمان ممكن ينتفض على وضعه المهني ولا ربما يلجأ إلى أشخاص نفذين لدعم موقفه بمحيطه موقفه وموقعه بمحيطه المهني فعمل شوف نوع من الأحداث يلي ممكن أنه تقلب الطاولة لصالح مولود ده برج الحوت عاطفيا كأنه يبدو أنك هيك مصدوم بتصرفات الشريك وما كنت متوقع منه هالتصرفات أو هيدا المواقف الأعسية وكمان كأنه علاقتك بشريكك العاطفي رغم أنه قطعت بفترة كانت نوع من الخيال وكمان حاسس كأنه ما في شيء بين إيديك ملموس فالواقع هلأ عم يعطيك نوع من سوء تفاهم وعم يعطيك نوع من الفراغ العاطفي يلي ممكن تكون عم بتعيشوا بالإضافة لأهتمامات بتتعلق بشؤون بيتك أو حتى تغييرات داخل البيت هذي كانت قراءتنا للأبراج 12 إن شاء الله تكون نالت أعجابكم لكل على بيلون يتوصلوا معي على الرقام المكتب عندي على 0961 71 75 86 والرقم الثاني اللي هو 0961 71 77 85 87 أي سؤال أي استفسار شو عابلكم تعرفوا حظكم بكرة وبعد بكرة وشو نطركن وإذا كان اسمكن قوي ولا ضعيف وكمان الفلك شو ممكن يكون مخبي لكل الموليد إن كان من خلال البرج الرقمي أو البرج الفلكي أو الطالع تبعوكم نضلكم بألف خير وأنا جمعنا وهبي بداعكم لكون لقونا الأسبوع المقبل باي باي اشتركوا في القناة